المسيرات العفوية تخلط حسابات صنع القرار في الجزائر قبل يومين من انتهاء المعاد القانوني لإداء ملفات ترشح لدى المجلس الدستوري عدة حلول تدولها الساسة أولها تأجيل الانتخابات الرئاسية من أحد أبرز أجنحة التحالف الرئاسي وهو حزب تاج والذي لمح لذلك في فترة سابقة المجلس التأسيسي عرف نفس المآل واليساريون دافعوا عن هذا المقترح والذي طلب به حزب العمال بضرورة انتخابه قبل الرئاسيات المقبلة حيث وصفته الوزح النون بالمخرج المتبقي للجزائر المعارضة هي الأخرى لم تتوافق على مرشح واحد لولوج رئاسيات الثامن عشر أفريل المقبل بعد التبريرات التي قدمها أقطاب المعارضة قبل يومين من انتهاء المهلة القانونية لوضع ملفات ترشح وفي كل الحالات فإن الحل مهما كان يسير حتما في إطار الدستور واحترام مواده والقول بخلاف ذلك يعود بناء إلى نقطة الصفر وإلى سيناريوهات سابقة آلت إلى طريق مسدود